السلام عليكم مرحبا بكم في قناة إفادة ما هو ضمور الكيلة؟ حجم الكيلة هو حجم قمضة اليد أو 10 إلى 13 سانتي ضمور الكيلة يعني أن الكيلة تكون أصغر من الطبيعي بشكل أساسي يحدث ذلك لسببين الأول أن الكيلة لم تتطور منذ الولادة وهي مشكلة خلقية فيولد الطفل بكيلة صغيرة هذا النوع من ضمور الكيلة أو الكيلة الصغيرة لا يحتاج إلى علاج خاص الثاني يحدث بعد الولادة والذي يمكن يؤثر على كيلة واحدة أو الكليتين هذا النوع من الضمور يكون بسبب انخفاض مستوى الدم الذي يذهب إلى الكيلة أو بسبب نقص النفرون وهي وحدات فلترة أساسية موجودة في الكيلة العدوى أو جلطة في الكيلة قد تسبب أيضاً ضمورها الكيلة ذات الحجم الصغير قد تؤدي إلى أمراض الكيلة والانخفاض الكبير في حجم الكيلة خاصة في الاثنتين معاً قد يؤدي إلى الفشل الكلوي أسباب ضمور الكيلة انسداد الشريان الكلوي وهو الشريان الرئيسي الذي يمد الكيلة بالدم قد ينسد بسبب تصلب الشرايين أو ترسبات دهنية أو جلطات دموية انسداد في المسالك البولية والذي يمنع التدفق الطبيعي للبول مما يؤدي إلى الضغط على الكيلة وإطلاف النفرون حصوات الكيلة يمكن أن تتسبب حصوات الكيلة غير المعالجة في حجوث انسداد في الكيلة التهابات الكيلة طويلة الأمد مثل التهاب الحويضى والكلية ومرض الكيلة المتعددة الكيسات وأمراض الكيلة المزمنة الأخرى التي يمكن أن تلحق الضرر بالنفرون أعراض ضمور الكيلة بعض أعراض ضمور الكيلة تشمل الألم أثناء التبول وألم في البطن أو الخاصرة ودم في البول وكثرة التبول والشعور بالتعب وفقدان الشهية وحكة الجلد وعدم الراحة العامة في منطقة الكلا وتشنجات عضلية وتورم في اليدين والقدمين في بعض الأحيان قد لا تظهر أي أعراض لضمور الكلا خاصة إذا كان السبب بطيئا وعلى مدى سنوات عديدة كيف يمكن تشخيص ضمور الكلا يمكن تشخيصها عبر عمل تصوير بالموجات فوق الصوتية للكلا أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي يعد التشخيص والعلاج المبكر لضمور الكلا أمرا مهما لتجنب المزيد من تلف الكلا كيف يتم علاج ضمور الكلا يعتمد علاج ضمور الكلا على السبب الذي أدى إلى تصغير حجم الكلا في المقام الأول على سبيل المثال يحتاج المريض المصاب ضمور الكلا بسبب التهاب المسالك البولية المزمنة إلى مضادات حيوية يمكن أن يكون ضمور الكلا مفردا في كلية واحدة أو ثنائيا في كل الكليتين سيكتشف الطبيب مقدار وظائف الكلا المتباقية من خلال فحوصات الدم والبول إذا كانت الكلا لا تعمل على الإطلاق فعادة لا تكون إزالة الكلا مطلوبة ما لم تكن هناك مشكلة مستمرة مثل العدوى المتكررة إذا كانت الكلا لا تزال تعمل فقد يكون هناك علاج طبي للحفاظ على وظائف الكلا المتباقية إذا فشلت كلتا الكليتين فإن العلاج هو غسيل الكلا أو زرع الكلا فكر في صحة الكلا من خلال التحكم في ضغط الدم وعدم التدخين وعلاج مرض السكري إذا كنت مصابا به والحفاظ على وزن صحي وتناول نظام غذاء صحي قليل الملح من المهم أيضا المتابعة مع الطبيب لإجراء فحوصات منتظمة شاركوا هذه المعلومات صدقاءكم واشتركوا في قناة فاذا حتى تصلكم معلومات مفيدة